في السيد العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع وجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز أقيمت فعالية بنت البلد لتكريم شاهدات الجيش العربي السوري والشاهدات الإعلاميات بحضور عدد كبير من الشخصيات الرسمية والفنية والأهلية وذوي الشهدات رسالة إلى العالم ورسالة إلى العدو الصهيوني أنكم اليوم تعتقدون أن عندكم جيوش جرارة ونحن اليوم نثبت لكم أن نساءنا كنا قائدات وكنا شهيدات وكنا طبيبات وكنا رائدات وهذا ما سنربي عليه أبناءنا وبناتنا كما كانت الخنساء يوما وخوله وكما كانت الزهراء وعائشة رضوان الله عليهن جميعا تكريم شهداء شهدات الإعلام هو كمان دلالة مهمة جدا على أن هذا الإعلام دوما كان فرق من فرق الجيش العربي السوري وكان دوما في الخندق الأول يدافع عن سوريا وقدم الشهداء وقدم الشهدات أيضا وكان سلاحه فقط الكلمة والقلم والكاميرا ومع ذلك تم استهداف هذا الإعلام وتم استهداف هذا الكادر الإعلامي وستطاع هذا الإعلام وبكل صدق وشفافي أن يواجه هذه الإمبراطوريات الإعلامية المدججة بالمال والخبرات الفنية وستطاع أن يرفع كلمة سوريا كلمة الحق صداحا في هذا الفضاء الإعلامي نحن كجمعية سورية دعم أسر الشهداء تموز فعالياتنا على مدى العام نحن منكرم كل الشهداء في سوريا ولكن اليوم حبينا نخص شهدات الجيش العربي السوري لنسلط الضوء على هالبنات البطلات اللي يمكن فيه كتير ناس ما بيعرفوا شوه اللي عم يقدموه الفيلم اللي شفتوه اللي حضرناه اليوم هيدول عم يحكي عن بنات تركوا بيتهم وتركوا حياتهم الخاصة وتركوا كل شي وحملوا السلاح ليوقفوا كتف بكتف مع المقاتل بجيش العربي السوري وهي اللي راح تدافع مثلها مثل الشاب عن هالبلاد لحتى الانتصر بعد الإصابة الواحد بيقول انه بيتردد انه يقول مع البد ويطلع وكذا لما فيه يلاقي ناس عم تهتم فيه ولسه ناس كتير عم تراعي الجرح الجيش والشهداء وهيكي بيصير عندك دافع شخصي هالتكريم هذا يعني بحسسنا انه في حدا أسم بسور الشهداء يعني الشهداء الله كرمين بأغلى شيء وأحسن شيء الشهاداء اللي بيروح شاهد لعند رب العالمي خلص كرم أخذ حقه بس هلالين ما يكرموا أهالي الشهداء فكلنا دعم لقدام انه نظلم تابعين مسيرة عاه المسيرة نحنا يجينا مشان هيك والشهاداء أم النص بحب خول الشهداء كلها يعطي نحنا تضحياتهم ما رح تروح هيك سودان نحنا رح يكمل مسيرتهم اللي كذبوها بدماؤهم رح يكمل تضحياتهم اللي يخدموا لنا ياها بدماؤهم هي المرأة السورية كانت وما زالت تثبت جدارة وتميزا عبر العصور فهي الأم المربية الأنثى المعطاء واليوم هي شهيدة الواجب والحق رفيقة السلاح والسند الحقيقي لبواسل الجيش العربي السوري لذلك استحقت منا كل التقدير والاحترام اليوم وكل يوم اشتركوا في القناة